هما يسوز مستويات ماليك المستوى الأول سامحني كما أشرت أنت سومية الغنوشي في النهاية رشد الغنوشي هو والدها ومن حقها أن تدافع عنه ولا أحد ينكر على سومية الغنوشي وعلى غيرها يعني من أخواتها هذا الحق وبالتالي هذا لا يناقش ولكن ما يرفض وما هو غير مقبول على أي مقياس من المقاييس أن يتم تسويق المغالطات وأن تتم مغالطة الشعب التونسي لأن رشد الغنوشي رفض الاستجابة في مناسبتين للمثول أمام القضاء وبالتالي امتناعه وتمرده على الدولة وعلى مؤسسات الدولة وعلى القضاء لا يقف لا حائلا ولا مانعا أمام تطبيق القانون عليه رشد الغنوشي رفض الامتثال للقضاء في قضية تمجيد الإرهاب ورفض كذلك المثولة أمام القضاء في قضية أنستالينغو التي تم كذلك يداعو السجن من أجل تلك القضية هذا في معناته جوهر الموضوع وجوهر التدخل من سوميا الغنوشي دعونا نحكيه على المستوى الثاني فيما يتعلق بقناة التاسعة أكبر دليل على مهانية وموضوعية قناة التاسعة أنه منذ قليل كان معنا السيد رياض الشعيبي في تغتية وفي مواكبة لأخبار النهضة وأخبار إيقافات النهضة ثم رأو يلزم سوميا الغنوشي وغيرها لأنه مش أول مرة هي تطلع تسبنا وتقدح في مهنيتنا ونزاهتنا وموضوعيتنا مش أول مرة هذه الأخيرة معنا يلزم تعرف اللي يراه الأعلام اسمه منه فيه الأعلام يشتغلوا أساسا بالمعلومة والمعلومة رأي حق الشعب التونسي وإحنا رأي وقت اللي تتوفر لنا معلومة من واجبنا أن نمدوا بها الشعب التونسي وقتاش كان كنا نؤاخذ لو أنه نهار أعطينا معلومة وتبين فيما بعد أنها كذبة أو أنها غير صحيح وقتها آنا شخصيا أو حتى أنت مالك ومانيش بش نحكي باسمك من العادي جدا أنه نعتذر ولكن أحنا ما عطيناش معلومة في علاقة أبوها ولا في علاقة بالإيقافات والملفات القضائية ما عطينا حتى نهار حتى معلومة غالط وإحنا نحكي على الاستضافات وحضور المعارضة بقوة هنا وإحنا ما نحن هنا في مضع تبريرة عبدالطيف المكي البيع آخر كان ضيوفنا وهو معارض شارس ومعارض بيرز وعنده حزب معارض وما هو هذا كلام ما يخلناش أنه نستقبل ضيوف ونستثني الضيوف أخرين أغلق القوصة الحاجة الأخرى وهذه دعوة مباشرة مني مرة أخرى إلى سمية الغنوش وإلى معاذ الغنوش وإلى زوجها رفيق بوشلاك أنتم اليوم فرون من العدالة أنتم اليوم في حقكم تتبعات في تونس أنتم اليوم صادرة في حقكم بطاقات جلب دولية رو اللسان ما فيهوش عظم أنكم في الخارج في تركيا وبريطانيا وفرنسا تسبونا اللسان ما فيهوش عظم لكن الفرق بيننا وبينكم أنه إحنا قبل 25 جوليا ونحكي على الأقل على روحي مهربتش من البلاد واجهنا حكمهم وحكم الإخوان في تونس بوجه مكشوف وبكل وضوح أنتم اليوم هاربين وتسبوا فينا أرجعوا لتونس واجهوا مسيركم واجهوا ملفاتكم أمام القضاء وطوان بعد نحكيه لكن الملاحظ ما لك الملاحظ ومانيش باش نطول نعطي الكلمة سيلوتفي أنه بعد ما تكشفت الأذرع الأعلامية لحركة النهضة في الداخل والخارج وبعد ما تكشفت عصابة أنستالينغو وصفحاتها التي لازلت تنشط إلى حد هذا اليوم خاصة يعني من تركيا وأصبحت معدلومة لداء التونسيين وبالاسم من قهواجي البرلمان إلى بوليتيكات إلى كارتا جفئم إلى تونيفليكس وغيرها من الصفحات أصبحوا اليوم يطلعون علينا وبوجوه مكشوفة اليوم ما عادش محام الإعلامية مجالة ميم وشوية وسائل أعلام مملوكة للنهضة وشوية صفحات تابعة عصابة أنستالينغو ليه اليوم وليت سوميل غنوشي تطلع رأسا ومعاذ يطلع رأسا وبوشليك يطلع مباشرة أنه يسيبنا ولليوم مش كان احنا رأوا زيادة باش نكونوا واضحين ونكونوا أمينين مش كان احنا رأوا اليوم يسيبوا فينا العبادة ذوم اليوم هالعبادة ذوم رأوا يوميا يعتديوا على الدولة على رموز الدولة على مؤسسات الدولة على قيادات أمنية وعسكرية رأوا فم نقرأ اليوم في كلام يا سيلوتفي يعني يستهدف سلك الحرس الوطني رأوا شيء معناتها شيء مش عادي هذه جرائم يومية يرتكبوا فيها من وراء البحار فقط نحب نذكر ومانيش مرة أخرى في ويرد التبرير إلى أي أحد وحتى واحد ما يزيد علينا في النزاهة والحرافية والمهنية والموضوعية لكن نحب نذكرهم اللي يحكيوا على قنوات الانقلاب احنا اخترنا الخط الوطني اخترنا لسلطة موعة لمعارض احنا خطنا وطني لكن نحب نذكرهم بالوزير السابق محمد عبو اللي قبل معانتها ما يغارد الوزارة في حكومة السيد ليس فخ فيغ رأي قدم قضايا في أربعة قنوات مملوكة إلى حركة النهضة وفيها قنوات لليوم ما زالت تبث سمومها من الخارج الرجاء من القضاء أن يتدخل في شأنه اشتركوا في القناة